اشتركوا في القناة جداً حلقة خاصة عن أزمة السكن لأساتذة وموظفي جامعة بغداد وأيضاً مركز الوزارة أي وزارة التعلم العالم والبحث العلمي هذه الأزمة الحقيقية التي طالت شريحة كبيرة من أساتذة وموظفي في جامعة بغداد ومركز الوزارة هؤلاء النخوة هؤلاء الطبقة التي تقدم العلم لطلبتنا وأولادنا اليوم هم في مظلومية كبيرة ناشدة والكثير خرجوا بتظاهرات وصلت المرحلة إلى أن تكون هناك اعتصامات ولكن بدون جدوى قبل أن أدخل الوزارة كان الحديث مع أحد الزملاء لهذه الطبقة لو كانت من النوع التي تغلق شوارع وتحرق أطارات لكان لبوا مطالبها لو كان لهم سولة في داخل الحكومة أو أحزاب ساند إلها لكان لبوا المطالب لكن طبقة مهنية علمية قدم العلم فقط هذا هو نهاية المطاف وصلنا إلى مرحلة كثرة الحديث لكن بدون جدوى لكن علينا كسلطة رابعة أن نكون لهم عونا لإيصال مطالبهم إن كان للرأي العام بالدرجة الأولى وهذا الأهم وللأسف وصل المرحلة أن نطرح فقط للرأي العام لكن بدون مجيب المصالح إن كانوا بالحكومة أو بعض الأطراف فصالح مصالح كبيرة جداً بهكذا مساحة بهكذا موقع تكالبت عليها جهات تحاول السيطرة على هذه المساحة الكبيرة التي تابعة إلى جامعة بغداد حقوق موظفي جامعة بغداد سلبت من قبل بعض المستشارين وبعض المسؤولين في الدولة العراقية أو في حكومة تصريف الأعمال اليومية أول مرة أرى حكومة تصريف أعمال الهيد الطولة بكل المشاريع أو بكل الاستثمارات وبنقل المسؤولين وتغيير المحافظين ولا أحد يحاسب هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال اليومية كون هناك جهة أو جهات داعمة وساندة لهكذا حكومة الإنترنت وحكومة التواصل الاجتماعي على العموم لنا حديث كبير بقضية حكومة تصريف الأعمال وهي جزء كبير من هذه المشكلة اليوم حضروا لنا ضيفين عزيزين وكريمين هما الدكتور كفاح النجار ممثل أو عضو اللجنة العليا الممثلة لمنتسبي جامعة بغداد المطالبة بحقوقهم أهلا وسهلا بك دكتور شرف الدكتور وأيضا الدكتور حميد رزاق الجنابي أيضا عضو اللجنة العليا الممثلة لمنتسبي جامعة بغداد رحبك أجبت رحب الله يسلمك حياك الله دكتور حازم شكرا لحضوركم شكرا لعناكم وصلت إلى قناتكم بقناة الأيام بطرح هذه المنظومة بصراحة دكتور نحن سبقا نسوي حلقة وكان متمثل بالأساتلة حضرة وطرحوا الموضوع بصراحة كان لها صدى يعني واستجابة لبعض الأشخاص كانوا من أحزاب وبعض الجهات الحكومية لكن لحد الآن موصل لها المتيجة الأخير مخرجي يقول يعني 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 تعادل في المشكلة شنو؟ بين بعض الناس ما انتباروا له الحلقة أو ما انتعرفوا شنو المشكلة اليوم عنوان نحن أزمة سكن أساتلة وموضوع في جامعة بغداد شنو الأزمة؟ شنو الأزمة؟ شكرا دكتور حقيقة الأزمة طبعا نحن حال شراح المجتمع العراقي الأخرى كنا نعاني من موضوع أزمة السكن نتيجة عدم إيجاد حلول واقعية لهذا المجتمع العراقي سواء كان عامل أو كاسب أو موظف بيئة الدولة لكن عادة سعت الدولة حقيقة من 2003 إلى يومنا هذا أو بعض الوزارات إلى أنصاف موظفيها وسعت إلى إيجاد 500 بدائل وحدود لموظفين العاملين في تلك الوزارات من خلال إيجاد أراضي سكنية لهم أو مشاريع أو إلى آخرين من هذه الأمور ونشوف كثير من الوزارات ما عندها أراضي لكن وزعت أراضي حتى تنقيل الموظفيها ووزعت الموظفيها أكثر من مرة يعني وزارة المالية ووزارة النفر حتى وزارة الكهرباء يعني قبل مستمرة بعملية التوزيع للموظف لأنه حق السكن حق دفل الدستور وأن الموظف يهدو براك بك في معيشته فلازم الدولة توفر لسكن الدكتور يعني هو السكن أصلا تابع الجانات موظفة نحن بالنسبة لهم هسل حاجيك يعني بس دا أراويك أنه الوزارات أشلون ساعت أنه ترضي موظفين لما نجي إحنا على التعليم الآلي بشكل عام حقيقة ما يوجد سعيد يعني هنا ما أنا أريد أوصل لماذا الوزارة مو هسل الحالية فقط يعني من 2003 الحال يوم من هذا موظف السعيد من قبل الوزراء المتعاقبين يعني يعني يعطاء الأساتذة سكن خاصة أساتذة الجامعات في بغدار يعني فيها المحافظات أساتذة الجامعات المحافظات كلهم استلموا منحت لهم أراضي في مراكز المدن يعني وليس في الأطراف يعني تنكملها وأخذوا حقهم مثل ما نقول باستثناء ربما جامعة واحدة يمكن ترامى إلى مساء معنى فقط جامعة كاربون ولكن باقي المحافظات كل الأساتذة استلموا في بغدار ستكون قريبة على العمل يعني نعم هاي النقطة في بغدار إحنا عندنا أراضي تابعة لجامعة بغدار طبعاً بالمناسبة إحنا إذا نتكلم بإسم جامعة بغدار لكن كل الجامعات في بغدار عندها أراضي يعني جامعة مستوصرية عندها أراضي 2300 دونال الجامعة التكنولوجية عندها أراضي 750 دونال جامعة الكارخ إلى آخرين فإحنا في جامعة بغدار لأن مشروع السكن صار في جامعة بغدار في أرض جامعة بغدار اللي هي تقع بين العامرية والمطار هذا المشروع بدأ بالألفين واربعة عشر حضرتك تعرف وأغلب الناس يعرفون لما وفلوس من الناس من أساتذة من المنتسبين أنه يدفعوا خمس ملايين مقدمة رح نسويكم عمارات رح نسويكم شفاق من الألفين واربعة عشر واخذوا فلوس من ألف وثمانمائة إستاق ملء أثمانية ونص مبيار في ذاك الوقت واخذت الشركة الفلوس بالعافية عليها وراحت نهاية قد الآن ومحكوبة دي فاخترحت الوزارة في عام ١٠١٩ بناء على القانون اللي صدر قانون ١٧ ١٠١٩ بأنه تشجيع الوزارات اللي تمتلك أراضي بمنح الأراضي اللي تمتلكها إلى موظفيها عن طريق البيع يعني مو حتى مو بمجانة فسعت الوزارة مشكورة في ذاك الوقت قدمت مشروع عام ٢٠٢٠ متكامل سويت عليها دراسة جدوى كامل أنه احنا نستطيع أن نوزع هذه الأرض لأساتذة جامعة بغداد باعتبارها مولك لجامعة بغداد ومقابل مبالغ مالية أيضا بنفس يعني هم تسدد المبالغ الخمس ملايين اللي يدفعت وبنفس الوقت تقطى لمشاريع الوزارة يعني الوزارة الآن ميزانية البحث العلمي ترى صفر يعني البحث العلمي لا يوجد صفر يعني البحث العلمي كله يقام على أكتاف الأساتذة هذا يسر عاجيك علينا فأحنا نبدأ على المشروع كيف نصاب حتى أيضا تستطيع أن تبني صابت بها دراسة جدوى كاملة وأرسلت من دائرة المشاريع لكن بدأت تهمد شيئا فشيئا إلى أن اتلاشى الموضوع إلى أن إحنا عدنا من جديد اتطرين حقيقة إحنا مواجبنا كأساتذة نوبات بعض الناس يسئلون أن نطلع مظاهرات نطلب يعني لكن حتى نوصل للناس أن أي مرحلة وصلنا بحيث اتطرين أن نطلع مظاهرات اتطرين أن نوقف بشارة أو إذا أعني أجيب تاريخ إذا أساتذت الجامعات فيها العراق أي جامعة ما حتى نطلع مظاهرات حقا يجي هو قاعد بالبيت هو بجامعته المفروض المفروض الإستاذ الجامعي حقا وهذا أبسط حقوقها وهذا أبسط حقوقها نحن مدى نطالب بما كان يُعصى للإستاذ من ستمية وألف نحن نطالب بأضعف الإيمان وهي متهمة أنت مثل مطالب بمخرجات علمية أنت مثل مطالب نيساني كجامعة بغداد قبل أسبوع كانت كفرحات أخذت التصنيف الأول على الجامعات قبل أسبوع وكرم السيد الرئيس الجامعة رؤس الأقسام البارزة والإجابة في هذا التصنيف ودائما جامعة بغداد هي السباقة وهي الأولى بالتصالب في العالمية لكن بناء العلمين الأستاذ علماء جامعة بغداد هم تتلعون معتمرات دولية على حسابه وعلى حساب أولاده الحقيقة هم كتبون بحوث في مجلات مجلات علمية موسكوبالس ما تراوح ما بين ألف إلى ألفين دولار من مرتباتهم الشخصية وأنا دائما أقول المؤسسة الوحيدة في العراق التي تتطور الموظف الوحيد في العراق الذي ساهم بتطوير مؤسسة هو أستاذ جامعة وأستاذ جامعة بغداد نحن الوحيدين من الموظفين العراقي الذين ساهم بتطوير مؤسساتنا من راتبنا من مخصصاتنا حتى أبوال من إشراف وغيره لا أقل هنا أنا حقيقة لا أريد أن أقول كلمة فوضى لكن ترى أن هناك جامعة حتى لحد يومنا هذا جامعة في أحد المحافظات العراقية لا يتذكر حتى لأن يتذكر أسماء تأخذ الأساتذة بها يأخذون كل حقوقهم مخصصات إشراف مخصصات تدريس دراسات عليا مناقشات خبرة علمية الآن نحن في جامعة بغداد عندنا مشكلة الخبرة العلمية تعرفها حضرتك جزء المواطنين لا يعرفوها المرساة المادسية وطروحة الدكتورة قبل أن تناقش يتم إرساله الخبير علمية الدراسة الآن أصبحت عندنا مشكلة لا أحد يقبل أن يستلم خبرة علمية ما أنا أقرأ لها 500 صفحة بشكل مستمر أي أستاذ يأتي أقل شيء مرة أو مرتين خبرة علمية يأتي مناقشة إرسالها أو أطروحة لأنه لديه وحوث وأيضا نضيف لك الترقيات العلمية البحوث الترسية أنت تدفع الغبالغ لأساتذ الخبراء حال الخبراء للنشر وكذا أصبحت مسألة مشاركة بالراتب حال حال يجع نصف راتبنا نصف راتبنا وربعة راتب تطوير سواء بحوث أو نشر بحوث أو مؤتمرات داولية يعني يطلع مؤتمر داول يجيه قبوله إلى 400 إلى 500 دولار إلى وصل ألف دولار وهكذا نطلعها هلين نطلعها؟ حقيقة نطلعها الأستاذ الذي طلعها من رزق أولاده فأرجع بالنهاية إنه بالمقابل لازم الدولة تنصفنا لازم الدولة تنصفنا يعني الأستاذ الجامعي بلش حياته عمره 35 سنة ما بلش حياته عمره في 11 سنة ما بين باكالوريوس ما دستير دكتوراه فتح عقله فتح عينه عمره 35 سنة عيونه صغط ركبه صغط إيهيتشو إذا تكلم والله الأمانة زينا بدأ حياته هو بعمر 35 أو بعضهم عمر 38 بدأنا حياتنا خنقون الكيد والتعب الآن أنا مطلوب مني أركض مثل ابنه 18 سنة مثل أبو العشرين سنة لا عن المفروض من الدولة تنصفني عمجا يدرس أولادكم وأحفادكم يا مسؤولين كل المسؤولين طرعين هو من من تعت عبارة جامعة بغداد مغلبية أم هذه الجامعة الأم لماذا هذا الإهمال حقيقته؟ يعني أنا من أحمل الإستاد طرأ أحمل الجامعة ومن أبو أحمل البحث العلي من قاني أخليه يظل يفتر بدوامة الإيجار يوم شايد يوم زيت الإيجار أذهب من نانا تعال من نانا يعني ساعد المتحدث إذا كان عشرين مره شايد تقريبا بس أقعد لسنة سنتيا زاد الإيجار وأضطر شيء لو أبحث عن مكان أرخص أرخص يصير أكون صحفة ولأسي ما أن الأرض هي لجامعة بغداد وهي ليست ملك وزارة المالية ليست ملك الأمانة يعني وليست ملك أحد آخر ولكن بلشت هذه الأرض وتقطع بشركات استثمارية أحجيك على الشمات أحجيك على شركات استثمارية دكتور حميد جنابي أنت حضرتك شاهدناك في أكثر من مكان في المحال مع متظاهري أنت عاد من القروب مهم يشمل تقريبا بستة ألاف تقريبا ما يعادي ستة ألاف من أساتذة وموظفي جامعات بغداد وما كذلك وزارة هل هناك نتائج منموسة من خروجكم بمظاهرات وهذه الاعتصامات شكرا شكرا أستاذ حازم شكرا لجميع قادر القناة شكرا على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لطرح مناقشة هذا الموضوع المهم اللي يخص منتسبي جامعة بغداد ومطالبتهم بالأراضي المخصصة لهم سكن في منطقة العامرية طبعا الصراحة نجبرنا على تقديم الطلبات وعلى المقابلات وعلى الوقفات وعلى الإضراق بسبب استمرار التسويف والمماطلة طبعا حقا تتكلمت ودكتور كفار التعليم هو يمثل يعني المحرك الأساسي لبناء وتطوير البلاد بس بالمقابل الأستاذ الجامعة هو العامود الفقري للجامعة وهم يمثلون قادة المجتمع وهم المسؤولين على البناء والتطوير يعني نقول الحرية الأكاديمية سواء للجامعة أو الأكاديمي إذا تسمح الحرية الأكاديمية بالنسبة للجامعة وللأكاديمي هي محدودة أن لم تكن معدومة اللي هي استقلالية استقلالية الجامعة والمؤسسات البحثية وعدم وجود التأثيرات الخارجية وموضوع تعدد التمويل ما يخص البحوث اللي تكلم عليها دكتور كفاح هاي معدومة موضوع الحصانة الأكاديمية موضوع اللي يخص الجهات جهة مهنية جمعية أخرى اللي هي المفروض تطالب أو تدافع عن حقه الأستاذ الجامعي يعني الحرية الأكاديمية بالنسبة للهيئة التدريسية للجامعة تعني حرية الجامعة واستقلاليتها إدارياً وأكاديمياً ومالياً هذا وحرية الأستاذ هي تتجلى الأهمية اللي هي منحة فرصة للتطوير الذاتي والإبداع هذا كل مقدمة عن حرية الجامعة وحرية الأستاذ الجامعي كانت جامعة التكنولوجية كانت تجربة الحكومة السابقة نعم والله يا أستاذ حازم هذا المفروض يدخل ضمن دساتير مثل يعني هذه التشريعات أو الموضوع الحرية الأكاديمية هي وفق دساتير الحديثة للدول هي مشارعة وهي يعني هي جزء ما تتجزى من الحريات العامة اللي يتمتع بها المواطنين في داخل الدول المعاصرة فهي جزء ما يتجزى من الحرية العامة وإذا أنت إليك حق كأنسان إليك حق أن أنت أحد أعضاء المجتمع الأكاديمي فإليك حق ثاني اللي هو حق المواطن بالإضافة لحقك كمواطن أو كإنسان إليك حق كأستاذ أكاديمي إليك دورك في في الهيئات القيادية والإدارية وكما سبتك بالضبط وأنت يعني مثلهم أعلى شريحة واضح وإحنا نتكلم في بلد يعتبر أغنى البلدان واضح موضوع الأرض يعني إحنا طبعا موضوع السكن هو يمثل الاستقرار الاجتماعي والنفسي حتى يتفرغ التدريس يتفرغ للتدريس النوعي والبحث والتطوير والإبداع فهذا أعتقد أبسط حقوق الأستاذ المفروض يعني بدون مطالبة اللي إحنا مواقع الشأن من الأساتذة سابقا ولا الأساتذة في جامعة الأخرى اللي تكلم دكتور كفاح ولا الموظفين أو المنتسبين في جامعة أخرى اللي منحت لهم قطع أراضي وسابقا أكثر من مرة يا أستاذ حازم أكثر من مرة ما يخص أرض جامعة بغداد المخصصة المنتسبين جامعة بغداد ومنتسبين الوزارة طبعا هذا الموضوع يعني إذا صح التعبير أنا قلتها سابقا وأقولها حاليا هذا ما زال يعني بين مطرقة المستثمر المستثمرين طامعين وبين سندان الفساد المستشري أو بين الشركات المهمية نقدر نقول مطرقة الشركات المهمية وبين سندان الفساد المستشري طبعا الأرض خصصة أرض تابعة لجامعة بغداد ملك لجامعة بغداد خصصة ومثبتة وفق التصميم الأساس في مدينة بغداد وفق بناء على المخاطبات العصولية بين الوزارة وأمانة بغداد أرض مخصصة منتسبين جامعة بغداد بدأ عليها مشروع سكني بالألفين واربع عشر مدة المشروع ستة وثلاثين شهر يعني المفروض بألفين وسبع عشر بدايتها المنتسبين اللي يسجلوا واللي يدفعوا مقدمة خمسة مليون ويستمون شقق خلال ستة وثلاثين شهر والكل يعلم لا شقق بنية ولا الأموال استردت ولي حد هاي اللحظة ولي هيكل؟ هيكل لمساحة اللي هي المرحلة الأولى اللي يتمثل خمسة وعشرين أو اثنين نعم اثنين وعشرين العفو السلام بس هذا هذا قصة عفوا الدكتور نعم مدام أكبر هيكل هذا يثبت كلامكم ويثبت من فياتكم نعم 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 بس هذا ترتب على يعني هذا نسبة البناء هي ما تتجاوز اثنين وعشرين وهذا معروف على أساس سحبة الإجازة من الشركة المخالف لقانون الاستثمار أقم 13 2006 وهو نسبة الإجازة أقل من 40% فتسحب ومن حق الشركة تجرب مستثمر خارجي لتمويل المشروع تم معالجة سريعة أو حل وضع حل من قبل الجامعة والوزارة بتوزيع قطع الأراضي وهي فعلا هي مخصصة كقطع الأراضي وهناك قانون 2017 اللي هو ٢٠٥٢ والتشجيع البناء الوفقي وليس العمودي وكذلك القانون تفضل بي دكتور كفاح اللي هو قانون سبعين قرار مجلس الوزارات ٢٠١١ متضمن تشجيع الوزارات على توزيع قطع الأراضي الموظفية وتوفير السكة لله هذا نص القانون بناء على شنو بين الجامعة بين هاي الأرض الشاغرة وليس ضمن خطط الجامعة المستقبلي واضح فتمت المعالجة تسترد الأموال وتستقطع من مبالغ القطع الأراضي ويعني احنا نحتي على شركة وعلى تلك وبالمقابل طريقة حل إيجابية وسليمة وهي أسوة بالآخرين اللي حصلوا قطع الأراضي واكتب المرة ومن ٢٠١١١ ٢٠١٩ قر هذا المشروع ورفع كجدوى اقتصادية لدولة رئيس الوزارة ولحد الآن ماكو تنفيذ ٢٠١١١ ٢٠١١١ يعني هو تلك الشركة بعدها تمت الدراسة الدراسة أعتقد بل ٢٠١٩ تمت ٢٠١٩ القانون ٢١١١ دراسة كملة ٢٠٢٠ ٢٠١١ كمعالجة للتلك اللي حصل من ٢٠١١١ بالضبط هي رفعت ٢٠٢٠ ٢٠١ فتسارع الأمور بدون أي جدوى رفع لدولة رئيس الوزارة لحكمة هذا الإجراء تخصيص ٢٠ دونم لوزارة الكهرباء لإنشاء محطة لهذا المشروع بعدها العام ٢٩ ٢١١ صدر أهم قرار اللي هو قرار ١١١٥ نص القرار هو استثناء الأرض من قرار استثناء من الاستثمار هالمنطقه منطقه يعني نجيها تعليمية وخدمية بالضبط فأكو مشاريع نعم تخص مشاريع تعليمية تخص الجامعة والوزارة وكان مشاريع خدمية اللي هو هذا مشروع السكني فكان قرار جدا مهم اللي هو استثناء الأرض من الاستثمار والقرار بالسوزارة بالضبط يعني إذن إنتم حقوميا تم إسنادكم بالكتاب مهم نعم وأعطاء الصلاحية للجامعة من يرفض أعطاء الصلاحية بنص هذا الكتاب كون الجامعة أرض الجامعة نعم تنفيذ رؤيتها بتحقيق مشاريعها ونجاز مشاريعها الجامعة هنا شري دورها هنا أنا إحنا بعد هذا القرار يعني شفنا الكتاب الأخير اللي هو صدر وتم تعديله من قبل الجامعة نرغب للسكن وتم تعديله الكتاب بمحظر جديد بعد مقابلة رئيس الجامعة والمفروض الوزارة تنجز عملها يعني الجامعة تتعافون الجامعة قادت معدل مشكلة هذا للسكن نعم تم التعديل تم التعديل بمحظر مجلس الجامعة وحظر الجلسة 12 بتاريخ 14-13 يعني خلال اللجنة أيضا نعم نعم وهذا سبقتها مقابلة لرئيس الجامعة تقديم طلاب ووقفه يوم 19-2 ومقابلة لسيد وزير التعليم يوم 28-2 ومقابلة وموافقة الشفوية وتهميش سيد وزير المحترم على الطلب المقدم وحيل الطلب لإحنا التفاصيل نختصر حيل الطلب لمجلس الجامعة فحصبة الموافقة يوم 14-3 فسبقتها يعني إحنا نقدر نقول موافقة الجامعة يعني بعد تقريبا ست شر من المتابعة والطلبات والتقديم تم تعديل الكتاب السابق من هاي الفترة ولحد الآن هو الموضوع على عاتق الوزارة المفروض يعني يحسم للجراعات والقرارات والموافقات الوصولية هي ماخدة خلال نقول ماخدة طريقها طريقها للتنفيذ واضح للتنفيذ هذا الموضوع إذن لم يكن معوقات يعني أموركم جيدة يعني هستم باتجاه حالة الموضوع أرض مخصصة ملك الجامعة وقرار مجلس وزراء العفو تسجيع التوزيع الأراضي الموضوع فيها الوزارة اللي عندها أرض شاغرة خارج حاجتها ومحطة كهرباء قرار استثناء من الاستثمار حضرتك ذكرت أكو أساس لهذا المشروع السكني أكو أساس وكو أساتي ددافعين مبالغ بهذا المشروع فكل هذه الأوليات كل هذه المعطيات هي تثبت أحقية أو حق منتسبي جامعة بغداد أو الوزارة بهذه الأرض ونسأل لماذا التسويف المماطلة ونعيد السؤال نفسه تمنح مئات الدونامات للكليات الأهلية والمستثمرين وبصفقات عليها مئات علامات الاستفهام وبالمقابل تسويف المماطلة من إعطاء جسل متبقي لمستحقي يعني المستثمر الكليات الأهلية يعني إذا صاح التعبير مدلل وصاحب الحق محروم يعني البارحة كان لقاء ذا تسمح الأستاذ حازم يعني كان لقاء للإعلامي كريم محمد على قناة العراقية مع النائب الأول حاكم الزاملي فذكر موضوع بأن هذه المناطق كان هي حصة وسيطرة وهيمنة المستثمرين يتكلم بأن أرض المطار هي مخصصة للموظفين ما عرفنا أي أرض يقصدها وبأن هذا المستثمر ما يده يستجيب يعني شو نقول حصل اعتداء على الجهة اللي طالع علي من قبل العمال البنقالين اللي هم للشركة المستثمر هذا الكلام كان أمس مع الإعلامي واضح فإحنا لهذا المستوى واضح ولهذا الوضع اللي يواصل الموضوع إلى أحسن دكتور حميد يعني دكتور كفاهي أن نوصل لمرحلة بأنه خلص الأمور ماشية تمام المفروف يعني باتجاه الوزارة والوزارة رح تلطي قرارها لكن مثل ما تفضل دكتور حميد هناك تسويف أو مماطلة لإطالة أمد المشكلة وممكن حتى تسوف هذا كل اللجان نحسي كل اللجان الدولة ما شاء الله الدولة ما تقول لك لجنة أنت فاتيس يعني أحباق وإي شيء وراها اللجنة نعم لأن رح تسوف تسوف إحنا من طبيعتنا العراقية طبيعتنا الاجتماعية نعم بأنه ننسى أو نتناسب بعض الأحيان سبب إنك العاطر تغلب على العقل هو شي شيء فإحنا رح ننسى نحن تتماطل ممكن تنسوا الحقوقكم هو المراهنة ترى على عمل الوقت هو المحاولة للزحف لأن الزحف عن إنهاء المتحانات يعني دعنا نكون واقعين يأه حسنا لديكم السعيات ولكن هناك وقت ممكن ثاني يوم الساعة بدأش تسلم عموماً هذا المرأة هنا حقيقة على عام الوقت في المطلة غالياً عندها قتل الحراك الحراك حقيقةً هو مو ضد حج بالأمانة بالعكس المفروض من الدولة والمزارة وحتى الجامعة تشجيع هذا الحراك الأكاديمي لأنه سينتز فضل الدكتور حميد الحرية الأكاديمية للاستاذ مهمة جداً يعني نحن نتكلم طبعاً دكتور كفاح ودكتور حميد هم أعضاء لجدة الحريات الأكاديمية في جامعة بغدار إضافة إلى هذا الموضوع فنحن نبات نتكلم بموضوع الحريات نربطها بموضوع الأرض ليش هو لأنه أكو كتم عند الإستاذ أكو خوف يعني الآن مع الأسف الإستاذ يخاف يعبر الرأيها الخاف يتلع يحشيك لماذا تخاف إذن نفروض من دولة حميدة تظهر حقاً دكتور الآن إحنا صار لنا عشر سنة نتهي من النظام البعض لا أستطيع أن أفهم الطالب وعيشها في مرحلة الحرية إذا أنا لا أقتنع بالحرية إذا أنا لا أقتنع بهذه المبادئ ونطبقها هي هذه الكالثة لما نشرح للطلاب لما نقول لهم المستقبل أفضل لهم كل الظروف السيئة التي مربها البلد لكن حقيقة قد نتكلم واقع أنه الآن أكو حرية أكو حرية التعبير تقدر تتكلم تقدر تقول رأيك لذلك نقول مستقبل أفضل حتى وإن كان محد أسمان يعني لا يستطيع أن يتكلم بأمور سياسية لكن حقيقة هو أفضل وإن كان سيئ لكن هو أفضل من السابق هذا الشيء خلالنا نتفق عليه فأنا أيضا أريد أن أشجع الأستاذ أن يتكلم عن كل حقوق لأنه إذا هو أخذ حقوقها ويتكلم سيشجع الطلبة سيشجع طلبته أيضا على حقوقهم لما أنا أفهم حريتي وحقوقي أبدأ أشجع وأنتج بالوطن حقيقة أنت عجي حقيقة وأشكل وطنية حقيقية ليست وطنية بها حزبيا وطنية حقيقية وطنية مجتمع أرجع للموضوع أنه باشر تتوزع له أقو باشر حقيقة الموضوع متعلق بالوزارة الوزارة مفروض تأخذ قرار سيشجع تنفيذي أنه يجب أن يوزع الأرض وين مشكلة المشكلة التواصل بين الوزارة وبينها ما موجود يعني حقيقة للأمال بينكم كنجنة عليا كنجنة حريات أكاديمية ماكو تواصل التواصل صار يوم 28 ثنيا نوم قطع بعد ذلك ماكو تواصل مع خلق وين احنا هم نسأل وين خلق يعني حقيقة لذلك احنا من نريد نتكلم نطلب من الوزارة أن تكون عدها شفافية يعني أكثر من قناع يطالبون يقولون نتصل بالوزارة ما يطلع أحد حتى المتحدث المتحدث باسم الوزارة ما يطلع يحكي يقول يابا ترى عدنا فلاشي فلاشي سأطلع المتحدث قول يابا أنه عدنا المعوق فلاني الطريق السيد الفلاني خليكم شفافية خلي عرف الستار حتى احنا نعمل بنفس الوقت نظل ضاقطين لأنه نحن من نجهل الأمور خلونا على ذينا بشكل حقيقي أبا قلت لك لجان لجان هي شنو رتشة اللجان ما نعرف الحد الآن ما نعرف لذلك احنا بالنسبة أننا باقين وثابتين على ضربنا لأن هذا حقنا ولا نسمح بعد لا نسمح بأن تأخذ مئات الدوان مثل ما أخذت سابقا سابقا تم أخذ 200 دونم إلى حدود ألف دونم من هذه الأرض بصفقات معرفة جامعة المدكية نعم صح الوزارات السابقة والحكومات السابقة وليست الوزارة الحالية حتى نكون منصفين ولسا سيد الوزار الحالي ولا سيد رئيس الجامعة الحالي للأمان صحيح أهم مالهم إلا قبل هذا الموضوع هذا الشيء نذكر وإلهم أيضا نذكر لهم وعليهم أيديهم بيضاء من هذا الموضوع لكن الوزارة المتحدة هذا هو واقع نعم هذا واقع الأمانة نحن نتكلم الأمانة سيد ريس الجامعة من قاعدنا قبالها قال أنا لا أريد أن أصر علي ثلمة بتاريخي وإحنا قلنا له إحنا معاك إحنا هما نريد أن تلطخ سمعته أو كأستاذ بهذا الموضوع لذلك نذكر الشيء الإيجابي ما نذكر بس السلبية أيضا نذكر الإيجابي والسلبية فالوزارات السابقين لكن سوالي أرجع أن الوزارات السابقين كانوا مسؤولين على هذه القضية أجب أن يتم حاسبتهم أيضا وأيضا تتوقف عملية حالة الأرض إلى الاستثمار إحنا خلي نقول لك شنو الاستثمار الاستثمار أرض تعطى ملك الدولة تنطيها للشركة الاستثمارية تجي تبنيها بحب مليارات بملايين دنانير بمقابل لا شيء هو المفروض الاستثمار الأرض يشتري أولاً سأسئلك هو السؤال الذي طرحه الدكتور حميد وجاء مثال ناب الأول لرئيسي برلمان يقول بأنه لا يمكن أن يسيطرون بما معنا على الشركات الاستثمارية والتفاصيل شنو الجهات الاستثمارية اللي قلتها يده الطولة على مكان استراتيجي وخاص الجامعة بغدار يعرفون بأنه هذا وراء حديث وألسنة تتحدث بحقوق ما هي الجهات الاستثمارية؟ من صاحب هذه الجهات الاستثمارية؟ وليس أن تجاوبني بأنني تجيل لكن أنا أقول هذه الجهات الاستثمارية هي التي تمنع هي التي تنطي مبالغ لأجل إطفاء هذا الموضوع وعدم تبريرها باتجاه ممتسبين وموظفين جامعة بوضاتس؟ قالوا الآن أحنا بشكل حقيقي وتشخيصي ما نقدر أشخص أقول لك فلان أو فلان أو شركة كولانية أو شركة كولانية حم نتكلم للأمانة التشخيص إحنا من قلنا نريد نطلع متحدث باسم الوزارة هل يطلعي أشخاص حتى الوضع؟ أنا بالنسبة لي ما أعرف يعني إحنا وكننا ما نعرف للأمانة ونعرف نتكلم لنوجها بس للأمانة ما نعرف منجها ومن المستفيد يعني ما نعرف بالضبط من همين ما نعرف فنحاول نعرف بس بدأ نقدار لذلك هي المطلوب إلى الوزارة حتى هذا موضوع كله تقوله بهاي سفره والله توزع الأراضي حتى تحمي الأراضي. الأراضي من وزعتها أيضا ستحميها. من أراضي من توزعها ستأخذ أموال. قلت لك على قانون بيع وإجار أموال الدولة. يعني ستأخذ أموال. عندما توزع مثلا الخمسة ألاف أو العشرة ألاف منتسب ستأخذ مبالغها إلى مليارات. ستشترون الوزارة. ستشترون الجامعة. ستبني مشاريع المستقبلية. فالموضوع البحث العلمي هنا. التطوير وتوزيع الأرض مرتبط. لأن الأموال التي سنتفحها لجامعة. أموال الأرض ستذهب إلى صندوق التعليم. وبالتالي ستستطيع الوزارة والجامعة تدفذ رؤيتها المستقبلية. تبني حاضنة تكنولوجيا. تبني جامعة تكنولوجيا المعلومات. الآن الوزارة. الوزارة ما عندها حقيقة ميزانية تتعب. وهذا أيضا سيكون السؤال. بالإضافة لها يا دكتور. مثل ما تفضلت. شيء مأماري حديث. كابونية التعليم. بالإضافة يد العام نح تشترون. العاطلين ممكن يشترون. كلها تتمخص في هذا. لكن هي المشكلة. أنا تحدثنا قبل أن ندخل البرنامج. أي مسؤول يعرض إلى الموضوع. أي مسؤول كان. يعني محترام للكل يعني. يمكن واحد ضعي في النفس. يمكن أن يوقف ذلك في لحظة معينة من الوقت. لكن في دونم واحد. يمكن أن يسكت عن الموضوع. وأن يسوفه. نحن المشكلة هنا صار الإبتزاز على أوجه. يعني في المرتبة كل شعالية. الأرض جدا. حسب ما سمعت المبلغ. متر ماته كل شغالي. أنتو لكم مخصص مئة وخمسة وثلاثين. أنا في دونم. موتمم؟ لا لا. ألف وثلاثمية وخمسين. اللي باقي من الأرض. اللي باقي. بس هي معناتكم هات جامعة. أي دمع. أنا حسب معرف بأن جامعة بغداد بمجملة خمسة وسبعين دونم. موتمم؟ الجادرية تخل. الجادرية. أربعة وسبعين دونم. نقول خمسة وسبعين دونم. واللي جامعة جامعة الأمريكية هي ستمائة دونم. ودعش. ومطينا خمسة وعشرين ألف دينار موتمام. خمسة وعشرين سنوياً. نعم نعم. على الدونم الوحيد. تمام؟ نعم نعم. الحميد حليها الموضوعين؟ والله فعلاً فعلاً هاي يعني قيمة أجار هذه الدونمات بهذا المبالغ اللي خمسة وعشرين للدونم معها. خمسة وعشرين ألف. خمسة وعشرين ألف. دينار. نعم نعم. إذا تسمح لي حتى تكمل الصورة لدى المشاهد. أقول لك. يعني إحنا الموضوع كل ما يوصل لمرحلة التنفيذ نتفاجأ بالكلام عن عودة الشركة. يعني وين المسؤولين من محاسبة الشركة وإرجاع الأموال. يعني إحنا من نوصل للتنفيذ وحل الموضوع وتوزيع قطع الأراضي نسمع من يتكلم بعودة الشركة. كيف ترجع الشركة وهي سحبة الإجازة الاستثمارية منها. حي وحدة. هذا مو شأنكم طبعا. مو شأنكم. نعم. نعم. المفروض تحاسب. تحاسب وترجع الأموال. واضح. وهذا كان خلاف لسحب إجازتها وخلاف القلب. يعني وقت نصل الموضوع لمرحلة التنفيذ ونسمع الكلام عن الأراضي المتجاوز عليها. يعني وين المسؤولين عن التجاوزات من قبل الكليات الأهلية سابقا أو الوزارات الأخرى. الحديث من نوصل لمرحلة التنفيذ ونسمع الكلام هناك تجاوزات. أنا أقول لا توجد أي تجاوزات على القطعة المخصصة لمنتسوي جامعة مغداد التي هي قطعة لـ 2062 على 11 مقاطعة 18 أي تجاوز لا يوجد عليها. ولذلك حصلت موافقة مجلس الجامعة وقابلنا السيد وزير التعليم بهذا الخصوص. نحن كل من أخشار ترك هذا الموضوع أو الاستمرار بها المماطلة هي مصادرة هذا العرض. هذا الحراك وبفضل الله عز وجل ونحن شهداء الله في عرضه والكل يشهد. أجهضت أكثر من محاولة خلال هذه الفترة لحدوث سنة للاستيلاء على ما تبقى من هذه العرض. وأعظمها للجامعات الأهلية. خلال هذه الفترة والكل تشهد والإعلام أعتقد هو شاهد على هذه الأحداث. فأجهضت أكثر من محاولة للتسريع بمصادرة الأرض. وما تبقى؟ نعم وما تبقى. فنحن نخشى بالأيام القادمة ما يبقى الشبر من هذه الأرض وهي الأرض مخصصة للسكة للأساتذة. ونسأل لماذا لا تحاسب الشركة التي تلكت بعملها واسترجعت أموال المنتسبين والكلام عن عودتها؟ لماذا لم تخاطب الجهات أو يحاسب منح المعات الدونمات للجامعات الأهلية؟ والكلام هسا عن تجاوزات. فهذا الكلام هو إذا كان الغاية مننا فعلا استرجاع أرض الجامعة فكنا مع هذا الكلام. وإذا كان الغاية مننا الاستمرار بالتسويف المواطلة فما نتنازل نحن عن حقنا. وهذه الأرض هي مخصصة إنا ووفق للقرارات قرار مجلس الوزراء. قرار حمايتها قرار مجلس الوزراء 185 وتخصيص محطة كهرباء. والأموال التي دفعت من قبل المنتسبين. وكل هذه وتثبيتها ضمن التصميم الأساس لمدينة مغداد بنهارد مخصصة لجامعة مغداد. فكل هذه المعطيات نستغل هذه الفرصة يا أستاذ حازم. ونعيد مناشدتنا للسيد الرئيس الوزراء. ناشدناك يوم 19 أثنيا بوقفتنا أمام الجامعة. وناشدناك بوقفتنا الثانية أمام الجامعة 16 ثلاثة. وناشدناك بوقفتنا أمام مكتب السيد الوزير يوم 14 أربعة. اللي حصل به اعتداء على منتسبين جامعة بغداد. وناشدناك يوم 28 أربعة من أمام مقر الوزارة. وناشدناك يوم 28 خمسة. واليوم نناشدك من هذا المنبر. التدخل العاجل وتنفيذ القرارات والموافقات الأصولية. اللي هي كل هدل بين هذه الأرض هي ملك الجامعة بغداد. وهي أرض شاغرة ليس ضمن الجامعة المستقبلية. وهي قررت كمشروع سكني. وفق قرار مجلس الوزراء السبعين لسنة 2019. وهناك موافقات وإجراءات. يعني واصلة لمرحلة التنفيذ. وهذا اللي اللي الله يسلمك. أحسنت دكتور حميد. كلمة أخيرة دكتور كفح. خلاص واختل برنام. هو أتكلم عن مناشدات دكتور حميد. ذكرت في أحد اللقاعات التوفيزيونية. أحد الأساتذة. المذيء كان ما ذكرتها بس كان كل جدكي ما خير عنك. قال لأحد زملائنا قال لأنتو طيتوا دم. إذا ما تنطون دم بالأراق. خلاصة إذا ما تنطون دم وتنسح لهم ما تأخذون حقوقهم. والناس الطيب دم هم هاتلمون هذا. إنتو طيتوا دم. يا دكتور طيتوا دم يعني إحنا مع قوله وصلنا لمرحلة يعني نوازم ننزل ونتعرض الضرب ونصيح وفيسبوك وكذا. قطونا حقوقنا وكان الله في عوننا وعونكم يعني شكرا لدكتور حميد. أنا أكتب وقت. يهس دقيقة أحطيك. يعني دكتور كفح. هو أنت بمطالب. وهو يبطيك وطالبة كده يقول الله يكونوا بعونه. أي والله بطوب. يعني الصدق وتوازاته تجابعين. والله إحنا يعني إحنا طلعنا. ما اسم ساوي لدينا. طلعنا يم مظاهرة وقفة على أمل. إذن نزللنا سيد رئيس الوزراء أو دزلنا مبعوث. يم يجيس من معلّق. أقول لك وقفنا ساعة. يزيلكم الشغل. لا ساوينا مربع روماني إذا بعدين نشيح لك شنو مربع الروماني. حيث يحصرنا حصر مربع الروماني مع المعارك الرومانية. لكن بقدرنا نتحمل أكثر من ساعتين من الحر والشمس الشديد وكذا إلى عقرين إلى عقرين. إحنا نتكلم جزءان ودكتور حميد أربعينات. لكن أنا خمسين وستيس عين وخمسين وحالة عبادة قاعد. يعني دكتور المساعد الإداري اللي توفقه بالمودّة قليلة الله يرحمه. دكتور عبدك كريم. مساعدة جمعة مات مات يا جماعة مات وعاف جهالة قاعدين بالإيجاري. يعني هي تشي العالم العراقي يعني إحنا كنا على هالمشوار. راح نموت نترك أولادنا بالإيجار معقولة. سيد دكتور رحمة الله دكتور عبدك كريم. رحمة الله دكتور نرجع لموضوع الحرية الأكاديمية من باب التعريف هو كأعضاء لجنة ورئيس لجنة الحرية الأكاديمية في جامعة بغداد. الحرية الأكاديمية يعني بالنظر لي وضع البلد بشكل عام والجامعات والمؤسسات البعثية بشكل خاص. لا مفر من وضع الحريات الأكاديمية ضمن أولويات إصلاح البلد. الحريات الأكاديمية ركن أساسي من أركان نهضة الأمم والشعوب. النهضة تستند على العلم ونتاجه. العلم يبدأ من تمتع الأستاذ باستحقاقاته وتوفير الإمكانيات المادية والدعم المعنوي. فكل هذا هو احترام لرسالته وما يقدمه وتقدير المجتمع لما يقوم به وليس الإشاعة. وحماية هذه الحرية الأكاديمية اللي هي بالواقع جزء ما يتجزى من حريات العامة اللي تكلمنا عنها وما تتحقق إلا بزالة العوامل الخارجية وإعطاء الاستقلالية للجامعة وللأكاديمي. أحسنت. الله يبارك بيك. حتى تكمل حقوقك لازم يسجيل الحكومة بالكامل إلا ما هتجيك لحقوقك. مشكلة على العلامة إن مساحة كبيرة بالحديث ومثل ما اتفضلته حرية موجودة لكن قبل يعني بس تواني. في السابق ما تقدر تتحدث لأن تروح أنت وعائلتك ولي خلفك وأسلافك. نعم. تقصية هوليستك وليس إسلافك. الآن لك الحرية أن تتحدث ما تريد. ولكن بدون جدوى. بدون الجدوى. أ Result شكرا جزيلا الدكتور كافح النجان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور كيفح النجار سأبو اللجنة العلية ممثل المتثلين جامعات أغلى شكره لحضورك. شكرا لجهودك ومإخوان noneك في اللجنة الإعلامية وكافة الإخوان على اللجنة العلية شكرا لحضورك. شكرا جزيلا دكتور حميدي جنابي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا حضوركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهديني الكرام في خطام الحلقة انت وقت البرنامج ألتقيكم اسبوع القادم إن شاء الله تقبل اتحاد كذا البرنامج وأنا مؤدوى مقدم ببرنامج هازم الحربي ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة التاسعة مساء في أمان الله اشتركوا في القناة